موسيقى خلال استقباله رئيس الوزراء العراقية الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العلاقة والحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات انتلاقوا جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني وميلف أولويات الاستثمارات العامة وتوفير مستلزمات الانتاج يتصدران النقاشات كييفا تعلن استعادة السيطرة على سبع قرى من القوات الروسية وموسكو تقصف وسط وجنوب أوكرانيا الثلاثة عصرا بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من تلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية لرئيس وزراء العراق محمد شيع السوداني حيث شدد الرئيس السيسي على الحرس على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد شيع السوداني رئيس وزراء العراق والوفد الحكومي الموسع المرافق له الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن من جانبه أشهد رئيس الوزراء العراقي بالعلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين مؤكدا حرص بلاده على دفع آلية التعاون الثنائي والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي لسيما من خلال تعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات وذلك في ضوء النموذج المصري الذي يحتذا به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة وحرصهما على التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة وبما يحقق آمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على عمق العلاقات التي تجمع مصر والعراق وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني مما قار مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية اشار مدبولي الى ان العلاقات بين البلدين تاريخية وممتدة الجذور الحقيقة ان العلاقات المصرية العراقية لا تحتاج الى مزيد من الشرح او التأكيد فهي علاقات تاريخية ممتدة الجذور السجل التاريخ الحقيقة بداية التفاعل النشط بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعقبة في بلاد الرافدين منذ الالفية الرابعة قبل الميلاد يعني بان 6000 سنة علاقات ما بين بلدين وامتدت منذ هذا الوقت الحقيقة وتوتدت علاقات الشعبين المصري والعراقي تجمعهما وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك كما اكد رئيس مجلس الوزراء ايضا ان انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة في القاهرة يأتي تأكيدا على حرص البلدين على تفعيل اليات التعاون بينهما واشار مدبولي الى ان اجتماعات الدورة الاولى عقدت في بغداد قبل اقل من ثلاثة اعوام يوم يأتي الحياة انعقاد اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة في القاهرة بعد اقل من ثلاث اعوام من عقد دورتها الاولى في بغداد تأكيدا على حرص بلدين على متابعة وتفعيل اليات التعاون في مختلف كل المجالات التي تعود بالنفع على شعبي مصر والعراق والحقيقة ايضا دولة الرئيس ان زياراتكم بتأتي في وقت مهم الحياة تموج المنطقة والعالم بتطورات متلحقة وتحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وهو الامر الذي يتطلب مننا جميعا ان نكثف من جهود العمل المشترك وان نسعى لاستكشاف واستغلال كل فرصة ممكنة من اجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من امكانيات كما تقدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة للعراق بمناسبة اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية اكد مدبولي ان هذه الخطوة الهامة سيكون لها انعكاس ايجابي على برامج التعاون مع مصر وتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار في العراق اسمح لي دولة رئيس ان اتوجه لدولتكم والحكومة بخالص تهنئة بمناسبة اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات من عشرين تلاتة وعشرين الى عشرين خمسة وعشرين واشيد بتقديم حكومتكم لهذه الموازنة الثلاثية الطموحة والتي تستند لرؤية اصلاحية لبرنامج حكومتكم الرشيدة وما تتضمنها من خطوات اجرائية وحلول عملية فعلا لموضوع تأخر تنفيذ المشروعات والحقيقة ان يعني على يقين ان هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاس ايجابي في برامج التعاون مع مصر وتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار في العراق الشقيق من جانب شركات مصرية في اطار العديد من الاليات المختلفة حتى يعني زي ما كنت قلت لدولة رئيس الشركات المصرية ستكون منفتحة على نقل خبراتها في مجال التنمية واعدة الاعمار لبلدنا الثاني العراق وايضا من خلال شراكات مع شركات عراقية ايضا في هذا الشأن لنقل هذه الخبرات واشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الى ان جلسة اليوم من اجتماع اللجنة العليا المشتركة قد تطرقت للعديد من موضوعات التعاون اكد مدبولي ان الموضوعات التي تمت مناقشتها تعلقت بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبتفعيل مشاركة الشركات المصرية في اعادة اعمار العراق الجلسة اليوم في اجتماع اللجنة العليا المشتركة تطرق للعديد من موضوعات التعاون واللي تم التوافق عليها في الاجتماعات التحضيرية الوزرية وما سابقها من اجتماعات على مستوى الخبراء كلها بتتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل مشاركة الشركات المصرية في اعادة الاعمار وعملية تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي والاسكان والسياحة والشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكلها كانت موضوعات حزينة جميعا برؤيتها وشاهدة توقيع على مذاكرات التفاهم الخاصة بها من جانبه اكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ان الرؤى والافكار التي تمت مناقشتها في الاجتماع تمثل خارطة طريق للعلاقة بين حكومة البلدين اشار السوداني الى انها ستفتح المجالة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واستثمار الفرص الواعدة في العراق هذا المحضر وهذه المذكرات والرؤى والافكار هي خارطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة القادمة والتي تأتي ترجمة لارادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقة بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واستثمار الفرص الواعدة في العراق من فرص استثمارية في مختلف القطاعات عرب رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني عن الفخر والاعتزاز بالانجاز الخدمي والعمراني الذي يحدث في مصر وما تحقق من مشاريع على مستوى البنى التحتية وانشاء وتنفيذ المدن خاصة العاصمة الإدارية الجزيرة أكد رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على وجود الشركات المصرية في العراق بسبب إمكانيات تلك الشركات بالتأكيد الحكومة حريصة على وجود الشركات المصرية اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا المنجز الخدمي والعمراني الذي يحصل في جمهورية مصر ما تحقق من مشاريع على مستوى البنى التحتية وانشاء وتنفيذ المدن وخصوصا نحن نتكلم في المدينة الإدارية الجديدة هذا دليل واضح دليل عملي على مستوى إمكانية ومقدرة هذه الشركات وبالتالي فإنها الأولى أن تكون مع شقيقاتها في جانب العراقي للاستثمار والاستفادة من فرص العمل الموجودة كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي شدد السوداني على أن العراق قد استعاد دوره الريادي في المنطقة العراق اليوم ولله الحمد يشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي وهو اليوم استعاد دوره الريادي في المنطقة العراق ليوم جزء أساسي من الحل وليس المشكلة ويطرح مبادرات وحلول وفرص سياسية واقتصادية تعود بالمنفعة على دول المنطقة والعالم وهذا هو دور العراق بالتأكيد علاقتنا الستراتيجية والمحورية مع مصر سوف تعزز هذا الدور وسوف تساهم في استعادة فاعلية هذا المحور المؤثر عربيا وإقليميا ودوليا شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره العراقي محمد شيع السوداني التوقيع على 11 وثيق التعاون بين البلدين عقب انتهاء اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة بين البنك المركزي العراقي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية ووزارة التجارة والصناعة المصرية بشأن التعاون الفني بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وللمزيد حول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق والمؤتمر الصحفي لرئيسي وزراء البلدين وفان مراسلنا كريم بابرس بهذه رسالة مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع نظيره العراقي الدكتور محمد شياع السوداني طبعا هذا المؤتمر الصحفي تناول فيه أهم مدار في المباحثات المختلفة للجنة العراقية المصرية العليا هذه اللجنة التي تجتمع للمرة الثانية بعد ثلاث سنوات من الانقطاع التي تناقش تطوير العلاقات وتوطيد وتعزيز العلاقات المختلفة في جميع المجالات ومن أهمها زيادة الاستثمارات في مجالات مختلفة من الصناعة من الرياضة تبادل الخبرات في الرياضة من الصحة ومن أهم المجالات أيضا هي إعادة إعمار العراق خصوصا بعد التحديات الكبيرة التي تواجهها دولة العراق الشقيقة فيما يتعلق بضحض الإرهاب والقضاء عليه بالطبع اليوم كانت هذه هي الزيارة الثانية لرئيس وزراء العراق محمد شياع بعد ثلاثة أشهر من زيارته أيضا ولقائه مع رئيس مجلس وزراء الدكتور مصف مدبولي واليوم كان صواح اليوم لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والذين أكدوا خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقات والمجالات المختلفة من أهم بنود اليوم هو توقيع 11 اتفاقية مختلفة في مجالات إعادة الإعمار في مجالات الرياضة في مجالات الصناعة في مجالات الصحة وغيرها من المجالات ربما أيضا أكد دكتور مصف مدبولي وأيضا نظيره العراقي على أهمية إعادة تشغيل المشروعات التي كانت توقفت بالفعل في العراق من إعادة الإعمار نتحدث أيضا عن مشروعات للربط الكهربائي نتحدث عن مشروعات للإسكان وغيرها من المشروعات التي تم التوقيع عليها بحضور عدد كبير من الوزراء في جميع المجالات من الجانبين أيضا بعد هذا المؤتمر كان هناك إشارة إطلاق منتدى الأعمال الاقتصادي بين رجال الأعمال المصريين والعراقيين تكون هذه بذرة الأولى لتطوير أيضا العلاقات بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص العراقي كانت هذه ربما أهم البنود الخاصة باجتماع اليوم والآن ربما نتابع بعد ذلك اجتماع منتدى أعمال الاقتصاد بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال العراقيين في القطاع الخاص بشكل عام تعد العلاقة بين مصر والعراق نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء العرب تؤمن القيادة السياسية المصرية بأن العلاقة المتوازنة بين القاهرة وبغداد تخدم أمن واستقرار الإقليم أيضا المزيد في سياق هذا التقرير مصر والعراق علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ تشترك القاهرة وبغداد في إرث حضاري كبير مصر أرض الحضارة الفرعونية القديمة والعراق مهد حضارة سومر وبابل وأشور أما عن الجغرافيا فقد وضعت البلدين أمام قدريهما مصر مركز العالم القديم ملتقى الشرق والغرب نقطة لالتقاء أما العراق فهو أمين سر البوابة الشرقية للأمة العربية وحائط الصد مقدمة لا بد منها للتعريف بالبلدين باعتبار مصر والعراق نموذجا للعلاقات القائمة على الندية والاحترام والتقدير المتبادل وبعد ظروف صعبة اكتاحت الشرق الأوسط وتأثر بها البلدان ها هما يتجاوزان ما فاتهما وقد بدأ العمل منذ سنوات على استعادة الزخم للعلاقات بينهما إضافة إلى التعاون والتنسيق في مختلف القضايا والملفات الثنائية والإقليمية والدولية تؤمن مصر بأهمية وحدة وسلامة واستقرار العراق وتؤكد دوما رفضها التدخل في شؤون العراق الداخلية وانتهاك سيادته وأراضيه وهي أحد أكبر داعميه أمام محاولات الهيمنة والسيطرة وتعلن ذلك بشكل علني أمام جميع المحافل وفي مختلف المناسبات كما تؤمن القيادة المصرية بأن علاقة صحية ومتوازنة مع العراق هي في صالح شعبي البلدين وتخدم أمن واستقرار الإقليم أيضا ومن هنا كانت اللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية والحرص على تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الأمر نفسه على النطاق الإقليمي سواء من خلال آلية التعاون الثلاثية التي تجمع مصر والعراق ومعهما الأردن أو في المجال العربي الأوسع من خلال مؤسسات ومنظمات جامعة الدول العربية العلاقات بين مصر والعراق هي نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء العرب علاقات تقوم على الاحترام والتقدير لتاريخهما المشترك ونعكاس لإرادة حقيقية في استغلال هذا الإرث في إعادة إطلاق التعاون بينهما إلى آفاق يستحقها شعب البلدين للمزيد من المتابعة مؤلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر المتخصص في الشؤون العربية أهلا بك معنا يعني بداية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق كيف ترى التوقيت والأجندة؟ التوقيت بالتأكيد هو توقيت التفق عليه بين البلدين التوقع لدورة في بغداد ثم الدورة التالية في القاهرة وهكذا وهو ما تم التوافق عليه لكن أنا في الوقت نفسه ربما التوقيت شير إلى أن البلدين في هذه الظروف التي يمر بها النظام الإقتراني العربي يحتاجان إلى المزيد من التنسيق إلى المزيد من تفعيل تعاونهما الاستراتيجي أقول الاستراتيجي وليس فقط مغرب التعاون على القضايا والملفات الأنية بما يعني أن نقاء القاهرة وبغداد من شأنه إذا ضمن إليه أطراف أخرى كالسعودية والإمارات والمغرب والجزائر يمكن أن يشكل ضبطاً لنظام الإقليم العربي وتأميناً لوضعه في ضمن المنطقة الشرق الأوسط وأيضاً يكرس حضور العالم العربي في محافلة الدولية والإقليمية وبالتالي هذه الدورة صحيح لها جانب فني وتقني يتعلق بالتوقيع على جملة من التفقيات على المزيد من التفقيات ومزاكات التفاهم للتعاون بين المدين في مختلف المجالات أستاذ عزب هذا سؤالي ما الوجه البارز في هذه الاجتماعات الحالية هل هو الوجه الاقتصادي أم السياسي يعني لربما مواجهة التحديات التي يمر بها العالم من ظروف اقتصادية ما قراءتك وإلى ما تشير ما الوجه البارز في هذه الاجتماعات اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء في المردين تهيمن عليها القضايا الاقتصادية والتنموية والإثمارية والتجارية هناك شراكة بدأت بين العراق وبين مصر منذ سنوات عدة يعني ربما مع وصول نصف التحسيسي وخاصة نصف تحسيزار العراق مرتين من خلال السنوات المصرمة ثم زيرات متعبدة لرساء الحكومات العراقية للقاهرة كل ذلك بهدف رفع منصوب التعاون الاقتصادي والتنموي والإثماري وإقامة سبكة من المصالح المتبادلة لأن ذلك من شأنه أن يوفر أرضية قوية لما يمكن وصفه ما بعد بشراكة الاستراتيجية بين المدين سواء على المستوى السياسي أو المستوى الأمني أو المستوى العسكري في ضوء التفاعلات الإقليمية لكن اجتماعات اللجنة كما ذكرت يرأسها رئيس وزراء البلدين وهذا تميز بهذه اللجنة العلو المستوى كان معظم اللجانة المصرية مع دول أخرى يرأسها بلغاية السوزير الخارجية وإن كانت هناك بعض اللجانة رئيس وزراء البلدين لكن هذه اللجنة يرأسها رئيس وزراء البلدين ومن ثم توضع كافة ملفات التعاون على جملة هذه الاجتماعات وعندما عقدت اجتماعات اللجنة في بغداد قبل سنتين تقريبا توصلت إلى مجموعة من التفاقيات المهمة لتفعيل التعاون الاقتصادي والاسماري ثم فتح أفاق ديدا فيما يتعلق بالتبادل الاقتصادي والتجاري والاسماري والمشروعات المشتركة لأن البلدين يمتلكان بفعل كل المقاومات التي من شأنها أن تفضي لتحقيق كامل الاقتصادي حقيقي صحيح وهناك أرضية مشتركة تاريخية بين مصر والعراق تمتد حتى هذه اللحظة من خلال هذه الاتفاقيات اتضحت فكرتك أستاذ العذب الطيب الطاهر المتخصص في الشؤون العربية أشكرك كزيل الشكر ترأست وزيرة التعاون الدولي ووزير التجارة العراقي لاجتماعات التحضيري على المستوى الوزاري للدورة الثانية من اللجنة المشتركة شهد الاجتماع مناقشة التحديات التي قد تحول دون تعزيز التعاون المشترك ودراسة سبل التغلب عليها بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويحقق الاستفادة القصوى من المميزات التنافسية وينعكس على مستوى معيشة مواطني البلدين في فرصة كبيرة جدا للشركات المصرية المختلفة خصوصا في البنية التحتية في إتمام مشروعات وتعاقد على مشروعات لإعادة إعمار العراق أيضا اتفقنا على أكثر من مذاكرة التفاهم في أمور حيوية جدا منها التأمينات، العمل، التعاون الدولي، معهد التخطيط، الشباب والرياضة وغيرها من الاتفاقيات مذكرة التفاهم غطت كثير من المجالات منها علمية وثقافية وسياحية في مجال التخطيط والتنمية والتجارة وكذلك الشباب والرياضة والخدمة والعمل والشموة الاجتماعية والضمان اجتماعي كذلك غطت كثير من المجالات والمحظر صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023 صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023 جاء ذلك خلال وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبح مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشرا فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية حيث سيتم استقبالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يونيو 2023 للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي تجنيد.مود.gov.eg ومن خلال رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15.499 إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لديه بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانية التي تطيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق لتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى انطلقت ثالث جلسات المحور الاقتصادي ضمن فعاليات الحوار الوطني أكد المشاركون في جلسة لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة أن ملف الاستثمارات العامة من الملفات المهمة التي بذلت فيها الدولة مجهوداً كبيراً من خلال ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة اقترحوا في هذا الشأن تعديل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية فضلاً عن إجراء تعديلات في وثيقة سياسة ملكية الدولة والاهتمام بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة الزميلة جرمين إبراهيم مرسلة التلفزيون المصري جرمين هل لك أن تطلعين على أبرز ما ورد في الاجتماعات الخاصة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني في جلساته اليوم نعم بعد التحية بالفعل ونتابع معكم من مقر إنعقاد جلسات الحوار الوطنية في ثاني أيام الأسبوع الثالث وهو اليوم المخصص للمحور الاقتصادي حيث كان اليوم الأول من الأسبوع الثالث يوم الأحد الماضي مخصص للمحور السياسي وتم فيه مناقشة عدد أعضاء مجلسية النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين أيضا تم الحديث في هذا الإطار عن عدد كبير من الموضوعات لكن اليوم هو المحور الاقتصادي بلجان والمختلفة إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا فمنذ الساعة الثانية عشر ظهرا بدأت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المناقشات بحضور مختلف الفئات لمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وأيضا تمويل الاستثمارات العامة في إطار هذه القضايا تم الحديث عن عدد كبير من الملفات إذا تحدثنا فيما يخص أولويات الاستثمارات العامة فتم الحديث عن هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمته في تحقيق أهداف التنمية أيضا تم الحديث عن الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة وأيضا أولويات الاستثمارات العامة التي يجب أن تركز عليها الدولة خلال الفترة المقبلة أما فيما يخص الحديث عن ملكية وإدارة أصول الدولة فتم الحديث عن تشغيل الأصول المعطلة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة وصندوق مصر السيادي وأيضا دوره في استخدام الأصول العامة أما جزء الاستثمارات العامة فكان هناك أحاديث كثيرة ومتنوعة تدور حول الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودور صندوق مصر السيادي في التمويل وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي في نفس التوقيت كان هناك لجنة الزراعة والأمن الغذائي بدأت أيضا منذ سنة عشر ظهرا ومستمرة الجلسة في العقاد حتى الآن وكانت المناقشات متنوعة بمشاركة أيضا مختلف الفئات من متخصصين وكانت تدور حول دور الدولة في توفير مستلزمات الانتاج والتسعير ودعم الزراعة والاقتمان والديون وفي خلال أيضا كل هذه المناقشات كان يتم الحديث عن تناول جميع المشكلات المتعلقة بالزراعة وكيف يمكن تحسين الانتاج الزراعي وتطويره وأيضا مجابهة التغيرات المناخية ومدى تأثرها على قطاع الزراعة في مصر وأيضا دعم الفلاح وكل هذه الموضوعات من أجل أن تعم الفائدة سواء على الدولة أو أيضا على الفلاح المناقشات ما زالت منعقدة حتى هذه اللحظة وتستمر أيضا على مدار اليوم للخروج بتوصيات نهائية طبعا ترفع لرئيس الجمهورية طبعا تمهيدا لتنفيذ كل هذه التوصيات وهو ما يعطي جدية وأهمية لهذا الحوار الوطني الذي جاء أيضا بدعوة رئاسية في إبريل من العام الماضي أعود إليكم مرة أخرى في الستوديو نشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم راسلة التليفزيون المصري من مقر إنعقاد جلسات الحوار الوطني شكرا جزيلا جرمين على هذه المتابعة الوافية نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني دارت الجلسة الأولى من الصالون حول ملف عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ العضوية المجلسين كما ناقشت الجلسة الثانية قانون حرية تدول المعلومات وأهمية وجود قانون لحرية تدول المعلومات والعلاقة بين حرية تدول المعلومات وحرية الصحافة في الدستور المنشور في الجريدة الرسمية في هناير في 2014 في المادة 68 أو المادة 68 كان قد نص على إلزام الدولة بإصدار قانون بشأن حرية تدول المعلومات والبيانات فهو إلزام دستوري وفي الناحية الأخرى لابد أن نرى إيه هي الفائد المترتبة على إصدار هذا القانون بشأن حرية تدول المعلومات الفائدة الأولى بتأتي للمجتمع بصفة عامة بيبقى عندنا معلومة صادقة نحارب بها الشائعات بتخرج عن مصادرها الرسمية يبقى أنا ضرقت ضرر وضرق الضرر مقدم على جلب المنافع نأتي بقى للناحية التانية في جلب المنافع متخذ القرار سيجد قدامه متخلات صحيحة تؤدي إلى مخرجات أو اتخاذ قرار صادق نافع من كل الجهد إتاحة المعلومات بتشكل حقق صد لمواجهة الشائعات رقم اتنين بتوفر على الدولة والحكومة الجهود التي تبزلها لنفي طبعا وهذه تكلفة وضريبة كبيرة فبتوفر على الحكومة التكلفة اللي بتبزلها لنفي الشائعات لأنه اللي بيتبعوا أسلوب إثارة الأكاذيب هم بالأساس بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تحكمها ضوابط أو معايير أخلاقية لتدوير المعلومات الكاذبة ثم الدعاية السوداء سواء ضد الدولة أو ضد الحكومة بما يؤثر على الدولة سياسيا واقتصاديا الحرص على ضرورة أنه يجب إصدار أو سرعة إصدار قانون حرية تدول المعلومات ليه أكثر من هدف أو هيحقق أكثر من نتيجة إيجابية بالنسبة للدولة المصرية الجزء الأول فيها هو الجزء الخاص بتداول المعلومات بالنسبة للباحثين الجزء الثاني الجزء الخاص بتداول أو حرية أو قدرة على الوصول للمعلومات بالنسبة للرجال الأعمال والمستثمرين والجانب الاقتصادي الجزء الثالث والمهم أيضا وهو وسائل الإعلام وسائل الإعلام هي من ضمنها الصحافة والتلفزيون والإزاعة حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططات لبناء ألاف المستوطنات في الدفة الغربية المحتلة مشيرا إلى أن مثل هذه الخطط تقلس أو تقود حل الدولتين عبر تقليص الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل طلب أبو الغيت الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المزمعة دفاعا عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن مؤكدا أن الاستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو عن سلام إقليمي في المنطقة بينما الأراضي الفلسطينية يتم قدمها كل يوم وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تستمر أربعة أيام ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس سيلتقي خلال هذه الزيارة عددا من كبار المسؤولين الصينيين يتقدمهم الرئيس شي جيمبينغ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه وذلك لتأمين اقتحمات المستوطنين وتضييق على دخول المصلين على صعيد متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى ودهمت منزلا قبل أن تعتقل شابا فلسطينيا فيما جرى اعتقال الشاب آخر من بلدة جبل المكبر حذر المفاوض العام لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تدور وضعها المالية بما يضع خدماتها لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني على المحك شدد المفاوض الأممي على ضرورة تحليب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة كانت مجموعة من الدول لقد تعهدت خلال مؤتمر سابق بتقديم 812.3 مليون دولار منها 107.2 مليون دولار من التعهدات الجديدة ولكن هذه التعهدات تقل عن التمويل الذي تحتاجه الوكالة لإبقاء أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة مفتوحة اعتبارا من شهر سبتمبر القادم انطلقت اليوم الاجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الثالث عشر حتى الخامس عشر من يونيو الجاري وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء المياه وكبار المسؤولين بالدول الإفريقية تأتي الاجتماعات في ضوء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة خلال عامي 2023-2024 رئاسة مصر بتأتي الحقيقة لأن الرئاسة بتاعت المجلس بتيجي بشكل دوري على كل إقليم من أقاليم القارة فكان الدورة دي على إقليم شمال أفريقيا وكانت مصر انتخبت أن هي تكون ممثلة إقليم شمال أفريقيا في رئاسة المجلس في الدورة الحالية التوقيت اللي تنعقد فيه الدورة هذه التوقيت اللي تشهد فيه الدول خاصة دول شمال أفريقيا نقص فادح في الموارد المائية وبتحديات على مستوى الموارد المائية مصر وتونس أحنا في تونس السنة السابعة خلال ثمانية سنوات جفاف هناك نقص بالنسبة للتونس أحنا مشاركة تونس هذه السنة سيكون على مستوى مثل ممثل لجنة فنية وهذا إن شاء الله سيدة الوزير معاني الوزير بشي يشرفنا إن شاء الله في الاجتماع الوزاري وهذا الدليل على دعم تونس للمجلس وزارة المنية الفارقة ودعم تونس للعمل المشترك أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أهمية الدور الذي تطلع به القوات السودانية الشادية المشتركة في تأمين الحدود بين البلدين جاء ذلك خلال اتصال هاتفيا مع رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية شاد الجنرال محمد إدريس دبي ناقش الرئيسان خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين كما تم التأكيد على أهمية التنصيق وتبادل المعلومات بين البلدين لحماية الحدود المشتركة يتواصل توافد المصريين وبعض مواطنين جنسية الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطول الحدودية تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين والاستمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى للمزيد ينضم إلينا من معبر قسطول مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل أهلا بك محمود إذن تتواصل الخدمات الصحية وكل الخدمات المتعلقة بتوافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى مصر كيف هي هذه الخدمات أيضا يعني ما الحال بشكل عام لديك نعم بعد التحية لازالت بالفعل كل الخدمات تقدم لها الوافدين السودانيين وتحديدا عبر معبر قسطول هذه النقطة التي نتواجد بها حاليا منذ الصباح الباكر بدأت الحافلات في الدخول عبر بوابة معبر قسطول وبها الكثير من الوافدين السودانيين الذين وصلوا بالفعل صباح هذا اليوم وبدأوا في يعني انتهاء أو انهاء الإجراءات الخاصة بهم بكل سهولة ويسر وتقدم لهم كل الخدمات سواء الخدمات الخاصة لكبار السن من جمعية الهلال الأحمر ومساعدتهم في انهاء الإجراءات الخاصة بهم أيضا مصلحة أو مكتب الجوازات به عدد من الأطقم العاملة التي يعني تسهل عملية انهاء الإجراءات وانهاء الأختام التي بها يخرج الوافدين السودانيين من معبر قسطول فهذه صورة كانت من صور اليوم داخل المعبر لكن هناك أيضا صورة أخرى وهو يعني وصول بعثة المنتخب الأولمبي السوداني الذي سيشارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر لكن سيخوض بعض التدريبات الموجودة هنا على استدادة العاصمة الإدارية الجديدة وتحدثنا مع المدير الفني للمنتخب تحدث عن وصول البعثة بها 30 شخص سيشاركون في مبارتين وديتين تستضيفهما الاستدادة على العاصمة الإدارية الجديدة وتحدث على أن هناك كان تنصيق مسبق ما بين وزارة الشباب والرياضة وأيضا اللجنة الأولمبية السودانية وبالمناسبة كان هناك لقاء بين اللجنة الأولمبية السودانية وزير الشباب والرياضة اتفق على ضرورة تسهيل كل الدعم للوافدين السودانيين من المنتخب الأولمبي في الإقامة وفي أيضا تخصيص الاستداد لهم لإقامة المعسكرات التدريبية المختلفة وعبروا عن حفاوة الاستقبال وعن الخدمات بالطبع الموجودة والتي تقدم لهم داخل معبر قسطول الصورة الأخرى هو تواجد عدد كبير من الشاحنات المحملة من البضائع سواء نتحدث عن الصادرات أو الواردات وعملية التجارة المتبادلة بين البلدين أكثر من 150 شاحنة مروا وعبروا اليوم خلال معبر قسطول سواء صادرات أو واردات وهنا نتحدث عن حركة تجارية كبيرة بالإضافة إلى أن السودان بحاجة كبيرة إلى مثل هذه الوجبات الجذائية والمستلزمات المختلفة وأيضا لحظنا وجود عدد كبير من رؤوس الماشية التي جاءت من السودان وستخرج من معبر قسطول متجهة إلى كل الأراضي المصرية أو إلى القاهرة بالطبع نظرا لقدوم عيد الأطحى المبارك أيضا يعني الميناء هنا وإدارة الميناء بمعبر قسطول البري تعمل على تقديم كافة التسهيلات وكل الخدمات للوافدين السودانيين خاصة في مصلحة الجوازات هناك أيضا دور مهم للحجر الصحي لمتابعة الحالات الصحية خارج بوابة المعبر للتأكد من عدم وجود أي إصابة بأمراض معينة فإذا على أي حال تتواصل كل الجهود والخدمات المختلفة المقدمة للسودانيين عبر معبر قسطول كفيت ووفيت محمود جميل أشكرك جزيل الشكر وحول آخر تطورات الأزمة الأوكرانية أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجيش الروسي قد شن هجوما جديدا بالصواريخ والطائرات دون طيار على أوكرانيا ليلة أمس مستخدما 14 صاروخ كروز وأربع طائرات هجومية بدون طيار فيما دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 11 هدفا جويا ذكرت الهيئة أن القوات الروسية أطلقت خلال يوم أمس صاروخ كروز من تراز كاليبر البحري على مباني سكنية في منطقة خاركيب كما نفذت ما يقرب من 31 غارة جوية وأطلقت 47 قضيفة صاروخية على مواقع القوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان تم تدمير بعض البنى التحتية المدنية قال حاكم منطقة كورسيك الروسية أن قصفا أوكرانيا ألحق أدرارا بعدة منازل وعطل إمدادات الغاز والكهرباء في قريتين في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا من جهته أعلن رئيس بلدية مدينة كريفي ري الواقعة في وسط أوكرانيا عن مقتل ستة على الأقل في هجوم صاروخي روسي على المدينة لافتا إلى أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة الهجوم الأوكراني المضاد يؤتي ثمارة هكذا أكدت سلطات كييف من خلال أعلانها استعادة السيطرة على سبع قرى شرق وجنوب البلاد من القوات الروسية وزارة الدفاع الأوكرانية من جهتها قالت أن قواتها تقدمت ما بين 250 و700 متر في اتجاه باخموت تلك المدينة التي شهدت معارك طاحنة استمرت لأسابيع وسقطت في أيدي القوات الروسية قبل أن تتمكن القوات الأوكرانية من العودة للقتال مرة أخرى الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينيسكي يعلق على الهجوم المضاد بالقول أن القتال صعب لكن العمليات تمضي قدما ووجه الشكر للقادة العسكريين وكل داعم بلاده قواتنا تقود معارك شرسة لكنها تتحرق بالاتجاه الصحيح وهذا أمر حاسم فسائر العدو هي بالضبط ما نحتاجه وعلى الرغم من أن التقس هذه الأيام غير مواتن إلا أن الأمطار تعقد مهمتنا ومع ذلك فإن قوة جنودنا تصفر عن نتائج وأنا ممتن لكل من يشارك حاليا في القتال وكل من يدعن كتائبنا القتالية في الاتجاهات المعنية على الجهة الأخرى أعلنت روسيا صد هجمات أوكرانية في دوناتسك وزابوريجيا المجاورة وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قوة بشرية وثلاث دبابات وثلاث عربات مصفحة على محور جنوب دوناتسك يأتي هذا فيما تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من الجنود الذين أصيبوا خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية وقلدهم أوسمة الشجاعة وأفاد الكريملين أن بوتين تفقد جنود العملية العسكرية الخاصة الجرحة في مشفى بضواحي العاصمة موسكو وفي باريس اعتبر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن الهجوم الأوكراني المضاد سيستمر لأسابيع وربما لأشهر مشددا على أن بلاده ستواصل تكثيف مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بدأ الهجوم المضاد الأوكراني منذ عدة أيام وقد تم التخطيط له بعناية ومنهجية من قبل القادة العسكريين الذين أظهروا لأكثر من عام تصميمهم وشجاعتهم وتميز تكتكاتهم وتنظيمهم هذا الهجوم سيستمر لعدة أسابيع بل لأشهر لقد فعلنا كل شيء لفرض عقوبات على روسيا لوقف مجهودها الحربي ومساعدة أوكرانيا على المقاومة واستعادة أراضيها بدوره قال المستشار الألماني إن بلاده ستدعم أوكرانيا بعتاد من دبابات ومدفعية ومضادات للطائرات طالما كان ذلك ضروريا نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله بشأن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة تأمين الصحي الشامل شدد المركز على نجاح منظومة تأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية لافتا إلى أنه تم تقديم ما يزيد على 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء بجودة عالية جهود غير مسبوقة قامت بها مصر في طريقها للعبور نحو العالمية في مجال الخدمات اللوجستية لتقدم تجربة فريدة ونموذج حزائشادة عالمية يعتبر تطوير القدرات اللوجستية المصرية واحدا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا وذلك بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول إلى أن تكون مركزا مهما للتجارة العالمية تطوير القدرات اللوجستية للدولة واحد من أهم الملفات التي شهدت نجاحا خلال العقد الماضي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية أفادت تقدم مصر بمعدل 48 مركزا منذ عام 2014 وحتى عام 2019 ليصل إلى المركز الثاني والخمسين عالميا في حين تقدمت البلاد خمس مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الثالث والعشرين البنك الدولي وفي مؤشرات له في مايو الماضي حول أداء البناء اللوجستية والأداء اللوجستية أعلن تقدم ميناء بورسعيد ثلاثة مراكز ليصل إلى المركز العاشر عالميا لعام 2022 وفقا لنتائج مؤشر أداء مواني الحاويات من بين 348 ميناء حول العالم استراتيجية تحول مصر لمركز للتجارة الدولية واللوجستيات جاءت من خلال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ الدولة الاستراتيجية متكاملة على مدار الأعوام السابقة في عدد من المحاور على التوازي محاور تشمل إنشاء ممرات لوجستية زراعية كانت أو صناعية أو خدمية أو في مجال التعدين فضلا عن إنشاء شبكة طرق ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والمواني فتتوافر بمصر جميع المقاومات لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات خاصة وأنها تتميز بموقعها الاستراتيجية على البحرين المتوسط والأحمر فمنذ عام 2014 يستحوز قطاع النقل على أهمية كبرى لدى الرئيس السيسي نظرا لكونه قطاعا حيويا يخدم كل قطاعات التنمية في الدولة فتابعت الدولة سياسة مرنة ومتطورة شاملت التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطيها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسكاكي والنهرية مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير الزراعة والصناعة بهدف زيادة التصدير والحد من الواردات كان هناك ضرورة لتطوير المواني وتهيئتها للتصدير ومع إنشاء تجارة الترانزيت تزايدت الحاجة لربط مصادر الإنتاج سواء زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو تعدينيا أو خدميا وذلك من خلال إنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج من خلال شبكات سكاك حديدية هذا ولا تزال الدولة بقيادة الرئيس السيسي عازمة على استكمال خطتها ومشروعاتها القومية الطموحة التي بدأتها منذ عام 2014 لتطوير كافة شبكات البنية التحتية وفي مقدمتها مرافق النقل المتمثلة في المواني البحرية والمطارات الجوية والمعابر والمنافذ بالإضافة إلى المحطات البرية والحدودية لتولي الدولة اهتماما خاصا بتطوير وتحديث الشبكة القومية للطرق علاوة على البدء في تشيل أول شبكة للنقل السكاكي السريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتواصل توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس تستهدف توجيهات رئيس السيسي أن تكون مصر محركا للتجارة العالمية وأن تكون كافة الاستثمارات بقطاع المواني وتنمية تظاهيره باستثمارات مصرية على أن يتم طرح هذه المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي ختم نشرتنا نذكركم بأهم ما جاء بها من أنباء خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر ثابت لأمن واستقرار العراق والحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة انتلاق جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني وملف أولويات الاستثمارات العامة وتوفير مستلزمات الانتاج يتصدران النقاشات كييف تعلن استعادة السيطرة على سبع قرى من القوات الروسية وموسكو تقصف وسط وجنوب أوكرانيا وصلنا إلى نهاية نشرتنا تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة